منتخب مصر كان بقية روي فيتوريا يخود هذه البطولة رحل البرتغالي روي فيتوريا عن منتخب مصر بعد هذه البطولة لو كنت تتابع منتخب مصر رأيك ايه فيما قدمه روي فيتوريا مع منتخب مصر وهل يتحمل جزء من المسؤولية او المسؤولية كاملة في خروج المنتخب الوطني بشكل مبكر؟ أعتقد في النهاية أن كل المدربين يعرفون أنهم سيتحملون مسؤولية الأداء ونتائج الفريق ولكن الناس الذين يعملون في كرة القدم يعرفون أن كرة القدم وخصوصا مع المنتخبات أو على مستوى الأندية كذلك لا يوجد مسؤول واحد فقط عن الانتصارات أو الخسائر فبالتالي أعتقد أن روي فيتوريا كان مدير فني ممتاز مع مصر ولا يحتاج لأن يثبت أي شيء ليثبت أنه الأفضل أعتقد أن خبراته مع المنتخبات لم تكن كثيرة ولكن ليس فقط كان سيئا وإنما لم يكن محظوظا مثل ركلة الجزاء ركلات التي لم تحتسب كما رأينا مع الكونغو الكونغو لم تكن جيدة كفاية ولكنها واصلت رغم ذلك في النهاية أعتقد لا أعرف كم عدد المباريات روي فيتوريا قادها مع المنتخب المصري ولكن أعتقد أنه خسر مباراة وقد خسر مباراة بركلات الترجيح ولكن أمام الناس دائما المسؤول ما يكون المدير الفني سواء كنت تدرب منتخب أو تدرب نادي هذا يضع الضغط عليك كمدير فني طوال الموسم وفي النهاية لا تستطيع أن تسرح 22 لاعب وإنما الأسهل والأفضل بالنسبة للإدارات أن تسرح المدير الفني ولكني لست متأكدا أن روي فيتوريا كان المسؤول عن ما حدث ولكنه بدأ مشروعا مع مصر وأعتقد حينما توقع عقدا مع مدير فني مثله يجب عليها أن يستمر لفترة أطول ليصل لكأس العالم 2026 ولكن هذه هي كرة القدم كما ذكرت كرة القدم دائما ما تكون هكذا إذا انتصرت ستكون البطل وإذا خسرت ستكون إنسانا ثاشلا